السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهله ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بإذن الله سنتكمل درسنا في الحلق الماضية ونضيف بإذن الله بعض المعلومات ونطبق بإذن الله بعض الألعاب أو بعض المهارات أو الخبرات العلمية التي ممكن نستخدمها في مهارة التحريك براع من مفصل إلى الكتف عندنا بإذن الله نتى وخبرات العلمية وإلىنا أننا نتعلمها بشكل جدا بسيط وكيف نستخدم مهارتنا بشكل صحيح لكن في البداية هنتكلم عن المواضيع رح نطلق لها بإذن الله في الفصل الدراسي الأول بشكل سريع رح نطلق لها وبعدها بدلنا ننتقل لتمريرنا اليوم وبعدها إن شاء الله نتعرف على موضوع اليوم بشكل بسيط وبعدها في الأخير رح ناخد مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بعضها الآن إلى مواضيع الفصل الدراسي الأول في البداية تكلمنا عن الوقوف الصحيح أثناء المشاركة في أنشطة وهذه المهارة مشت معنا تقريبا في جميع المهارات وأيضا تكلمنا طبق الاتزان المنخفض على الركبة والساق وأيضا يحرجة الكرة باليدين من الثبات والحركة وأيضا الجلوس الصحيح أثناء مشاركة فيه أنشطة وأيضا الجريء الصحيح أثناء مشاركة فيه أنشطة وأخيرا يطبق حركة الذراع من مفصل كتب بشكل صحيح وهذا درسنا اليوم بإذن الله والآن ننتقل مع بعض التمرين اليوم نبل الجميع الآن يكون واقف وجاهز نبل الجميع الآن يكون واقف ولابس زين رياضي يختار المكان المناسب عند التمرين الأول المشي بالمكان بسرعة خفيفة 20 عدة وبعدها ننتقل إلى سرعة متوسطة 10 عدة الجميع جاهز أخوف الصحيح مثل ما ذكرنا ممتازين أبطال مع بعض تمرين أبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر استمر الجولة الثانية واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة عشرة ممتازين جول البعدة بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة اثنين ثلاثة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة ممتازين تمرين ثاني وقوف نكون بشكل جانبي ثلاثة تكون الأمام والأعلى ورجع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام جميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة أخير عشرة قف تمرين ثالث وقوف الذراعين تكون جانباً تحريكها من مفصل كتمة ما تعلمنا عنها في مهارتنا يكون الذراعين وقوف صحيح وبعدها تحريكها إلى الجانب وبعدها الآن يكون تحريكها من إيش الجذع إلى الجانب واستقامة كامل اليد وبعدها الرجوع والتحريكها إلى الجهة الأخرى الجمع جاهز مع بعض ذراعين جانباً تمرين إيه بتدي واحد برجع مرة ثانية ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف ويحنم بعض في المكان أبو الصحيح طيب أخذ الشيق الزافية بشكل بسيط مع بعض مرة ثانية أخير تازيناتكم العافية نتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بذن الله سنتكلم عن تطبق حركة الذراع من مفصل كتف بشكل صحيح في البداية تضمن مرة اليوم تحريك الذراع من مفصل كتف إلى مداه الحركي عدداً من الاتجاه أو الاتجاهات أولاً للأمام مثل موضح أمكم في الصورة الأمام وأيضاً يكون للخلف ثالثاً للأعلى تحريكها للأعلى وأيضاً للأسفل يكون الذراع الأسفل وأخيراً يكون للجانبين لليمين أو اليسار تحريك الذراع من مفصل الكتف نبدأ أول شيء لدينا الآن تعليم مهارة بسيطة اللي يضرب الكرة وهذه أحد الأمثلة لو لاحظنا الآن هذه الآن نستخدم فيها أحد الأدوات وهي الكرة في البداية كيف نقدر نأديها بشكل الصحيح مع تطبيق مهارة لتحريك الذراع من مفصل الكتف لحظة الآن هنا اللحظة الآن تحريكها يكون من مفصل الكتف كيف نأديها بطريقة صحيحة؟ رقم واحد يؤرجح الطالب اليد الضالب للخلف مع ميل الجسم للأمام قليلاً وضرب الكرة باليد لحظة الآن يؤرجح الطالب ذراعه إلى الخلف الخلف والآن تحريكها إلى الخلف الآن استخدمنا نحن مهارتنا لتحريك الذراع إلى الخلف وأيضاً مع ميل الجسم للأمام قليلاً وضرب الكرة باليد اثنين اليد مفروضة أو مضمومة تكون اليد بهذا الشكل مفروضة أو مضمومة تواجه اليد الكرة من الأسل دائماً يكون واجهها إلى أسفل الكرة وأيضاً ثالثاً يجب متابعة اليد بالضاربة برجحتها إلى الأمام بعد أداء الضربة ثم قلنا حلنا تحريك الذراع من فصل الكثف إلى الخلف ثم إلى الأمام الآن استخدمنا تحريك الذراع من فصل الكثف إلى الخلف وأيضاً إلى الأمام لمتابعة الكرة اللحظة الآن إلى الخلف ثم إلى الأمام وضرب الكرة وتحريكها إلى الأمام رابعاً امتداد مفاصل جسم جميعها لمتابعة الحركة لحظة الآن مقطع تضيح بسيط نلاحظه الآن كيف حركة الذراع وضرب الكرة إلى الأمام هذه أحد المهارات في لعبة كرة الطائرة مرة ثانية لحظة الآن إرجاع الذراع الخلف ثم إلى الأمام نلاحظ صورة الطالب ويد المهارة تحريك الذراع للخلف ثم إلى الأمام هذه أحد الخبرات التعليمية في مادة المهارات التربية البدنية وأيضاً أحد المهارات الأخرى في إدحارات الكرة باليدين نستخدم أيضاً الكرة في البداية ولن يكون الجذع مثني قليل للأمام والراس على استقامة الجذع والنظر متجي للكرة وللأمام نحظ الآن صورة الطفل أمامنا يكون الجذع للأمام وذراعين مفروضة كاملة وممسكة بالكرة اثنين تكون ركبتها مثنيتان قليلاً والقدمان متباعدتين على خط مستقيم وتجتين للأمام أيضاً ثالثاً تكون الذراعين منذتين والكتف والكفان على استقامة خلف الكرة اللحظة الآن إرجاع ذراع إلى الخلف نستخدم أيضاً للخلف وتشير صابع اليد للأسفل وأيضاً يتم دحرجة الكرة مع الثبات ودفعها للخلف ثم إلى الأمام دفعنا للخلف ثم إلى الأمام وتحريك الذراع إلى الأمام ومتابعة الحركة طيب قبل الآن نبيل الجميع الآن يكون جاهز عشان نقدر نأدي خبرات التعليم بشكل بسيط عندنا الآن نحتاج أي كرة في البيت أو نحتاج أي كرة يكون تطبيق المهارة في البداية الآن نخذنا حنّا لينا الضرب الكرة يكون الوقوف الصحيح يعني ك religion لأننا نستخدم نهأ مد الذراع الآن استخدمنا مد الذراع مد الذراع يكون مفصل لكتف إلى الأمام و��도 Shan وارجاع مفصل آخر إلى الخلف لحظة الآن استخدمنا وارجاع مفصل اليد إلى الخلف ثم يشأ إلى الأمام واضرب الكرة إلى الأمام الأمام مرةً أخرى يكون اليد إلى الأمام والدراع الأخرى الضارب إلى الكرة إلى الخلف ثم إلى الأمام وضرب أيش وضرب الكرة إلى الأمام نطبق مع بعض الآن لحظة الآن Config 1965 رجاء الذراع الخلف ثم إلى الأمام هذه إيش؟ المهارة الأولى نطبق الآن مع بعض المهارة الثاني بشكل بسيط مساكت الكرة بالدراعين ثم يشهى الوقوف الصحيح أيضا يكون مدي الدراعين إلى إيش؟ إلى الأسفل وثني الجذع إلى الأسفل وبعدها نلاحظة لنفتح القدمين وإرجاع الذراع إلى الخلف ثم إلى الأمام نريد أن نطبق مع بعضها جميع جاهز مع بعض نسك الكرة باليدين نحن الظهر الأمام تكون الكرة على الأرض ثم إرجاع الذراع إلى الخلف ثم إلى الأمام تخدمنا مهرتين الآن وهي تحريك الذراع إلى الخلف ثم إلى الأمام ننتقل مع بعض الآن لمرجعتنا اليوم عبارة صح وخطأ يمكن أن يكون تحريك الذراعين في اتجاه واحد فقط هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة وممتازين أبطال هذه من العبارات الخاطئة والصحيح يمكن تحريكها في اتجاه واحد أو اتجاهات مختلفة كذا حبابي يصير تعرفنا بشكل بسيط على بعض الخبرات التعليمية اللي تخدم فيها تحريك الذراع من مفصل كتف خذناها مثل اليوم إحنا يش إلى الخلف وأيضا إلى الأمان يعطيكم العافية جميعاً الحسن لنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته